ما يسمى بوزير العمل صب منحة البطالة لـ 580 ألف مستفيد كشطر أول كشف اليوم ثلاثة وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي يوسف شرفة أنه سيستفيد في الشطر الأول من منحة البطالة 580 ألف بطال وقال كذا خلال نشرة الثامنة أن هناك مليون وثمانين ألف مسجل في المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة وأشار في حديثي أن المسجلين في المنصة منحاهم ثلاث مستويات مستوى الجامعي 32% المستوى التقني 20% المستوى المتفرقة 42% حتى في الحسابات ما عرفوا شي حسبوا طيب لما تدير 32 و42 تولي 74 كيزد لها 20 تولي 94 6% وين رحت يقولوا برك لا في الأرقام لا في الإحصائيات لا غير قول برك يعني هو قالك قسمهم على أساس أن هناك نسبة 100% قسمها قالك عننا ثلاث أصناف صنف مستوى الجامعي 32% التقني 20% المستويات المتفرقة كلها يعني 42% وال6% والراحب الرداء دائما الرداء لكن هذه الفقرة هذه هي اللي حتى أتفاجأكم شوي وسيل العمل رفع راتب المدماجين التقنيين إلى 13 ألف دينار بأمر من رئيس الجمهورية بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم رفع راتب هذا وش يقول الوزير المدماجين التقنيين إلى 13 ألف دينار عوض 8 ألف دينار وهذا خلال الشهر الجاري يعني يعترفون أن هناك عمال تقنيين يسمونه مدماجين تقنيين يدوه 8 ألف دينار يدوه حتى أقل من منحة الباطالة كما يسمونها اللي هي 60 يورو مليون ثلثمية لا درك هو باعتراف أن هناك عمال في الجزائر يدوه 8 ألف دينار 8 ألف دينار سنتكلمه على 40 أورو أو أقل يرفعوها وين رفعوها؟ رفعوها باش تولي 60 أورو في شهر مليون ثلثمية الناس ربما ما يصدقوش أنا مرات كنتم نقول باليون ديرها كايين الناس تدي 12 ألف دينار 18 ألف دينار 10 ألف دينار 8 ألف دينار كايين البعض يقول كيفاش يديها أقل من الحد الأدنى اللي هو زجم لاين اللي هي أصلا أقل من مئة أورو أي نعم كايين في الحقيقة ليس يطبقوا حتى قوانينهم اللي يقولوها ما يطبقوهاش اللي هو الحد الأدنى الحد الأدنى المفروض ما كاش واحد يدي قل من زجملاين مئات الألف مئات الألف يديوا أقل من زجملاين مئات الألف من العمال وأغلبية العمال والموظفين يديوا ما بين زجملاين وربع ملايين الأغلبية اللي هي يعني ما بين مئة أورو ومئة أورو أو أقل شوية حتى وفق سياسة جوا كلبك يتبعك هذا اللي عندهم مناصب عمل أصلا ملايين ما عندهمش مناصب عمل ويشتغلون هكذا بركينافيقو كما يقولو كان اللي يلجأ إلى السرقة وكان اللي يلجأ إلى النهب وكان اللي يلجأ يدي حتى الذهب تعموه ولا تأختوه كل واحد كيفاه ترجمة نانسي قنقر